دلوقتي أنت يعني ممكن نقول أنك مؤلف موسيقي موزع موسيقي وعازف موسيقي يعني هذي التخصصات كلها كيف جاءت؟ هي تدريجية يعني ببدايتي تعلمت كامانجا الأول ودرست كامانجا وعازفت في أركستر المعهد بنعزف بقى سيمفونيات بيت هوفن وموتسرت وشايكوفسكي والمؤلفين العظام دول موسيقى أجنبية آه موسيقى أجنبية برضو دي تققلت الأسقلتني يعني فنيا وثقفت جدا في حتة التوزيع الأوركسترالي وإزاي الأوركستر بيعزف وبيطلع الصوت ده إزاي الهارمون يطلع كده الألات النافخ بتلعب إيه الألات الوهترية بتلعب إيه ده كل ما تعلمتم من المعهد فبتدت أكتب موسيقى وألف موسيقى وعمل توزيعات موسيقية فبتدت أوزع موسيقى بعض بعد كده يعني دخلت في حتة التوزيع الموسيقي لأن أغنينا عندنا ميلودي حلو قوي بيفتقد حتة الهارمونية في حتة تهارموني وحتة تكون تربوينت بيفتقدها فدي أنا كنت شغال عليها يعني ترجمة نانسي قنقر